اشتركوا في القناة اهدنا صراقا مستقيما صراقا الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضرين وما من تافة في الأرض إلا عبد الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات ونرضى في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا شحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم ياتيهم ليس نصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن بقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليأوس كفور ولئن بقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صبر فأن يقولوا أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز لو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل أم يقولون السلام قل فاتوا بعشر ثور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنه لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخصون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أفمن كان على بينة من ربه ويسويه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمه ومن الضم من منه وإماما ورحمه أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من لحزاب فاندار موعده فلا تك في مرية مما يعمل فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن الضم من نفترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول نشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم لخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون سمع الله لمن حميده الله هو أكبر الله هو أكبر الله هو أكبر الله هو أكبر الحمد لله يا رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين أهلنا السراط المستقيم السراط الذين أنعنك عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين مثل الفريقين كلعما ولا صم والبصير والسميع هل يزويان مثلا أفلا تذكرون ولقد ارسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم نذيم فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك السبعك إلا الذين هم أرابلنا باديا الرحيم وما نرا لكم علينا من فضل ببنظنكم كاذبين قال يا قوم أرايتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني محمة من عنده وآتاني رحمة من عنده فعميث عليكم فعميث عليكم أنبزمكموها وأنتم لها كارمون ويا قوم لا أسألكم عليهما لا إن أجري إلا عرى الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينفرني من الله إن طرتهم أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائم الله ولا أقول لكم إني ملك ولا أقول للذين تذري أعينكم لن يوتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فاتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إن ما ياتيكم بإله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نفحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه تعجعون أم يقولون افتراه قل إن افتريتم فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون وأوحي إلى نوح لن يؤمن من قومك إلا من قداما فلا تبتئف بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما نرى عليه ملأ من قوم يسخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من ياتيه عذاب يخضيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء آمرنا وثارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمنه وما آمن معه إلا قليل الله أكبر سمع الله لينا حميدة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضلين وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم الله أكبر وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح لبنه ونادى نوح لبنه وكان في معزل يا بني اركب معنا يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبلي يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا شماء وقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعذك أن تكون من الجاهلين قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن منعك وأمم سنمسعهم ثم يمسهم منا عذاب نليم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا أصبرن العاقبة للمتقين وإلى عاد نخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعفلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توضوا إليه يرسل السماء عليكم مذرارا ويذبكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتالك آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فخيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة الله وآهد بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فإن تضلوا فقد بلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلق ربي قوما غيركم ولا فضرقونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ ولما جاء آمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليل وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبدار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عابا كفاروا ربهم ألا بعد اللعاب قوم هود وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم ما لكم هو أنشأكم من ما لكم من إله غيره وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله يا رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الزين إياك نعبد وإياك نستعين إهدينا الثراق المستقيم الثراق الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضلين قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدون لي غير تخصير ويا قوم هذه لا قتل الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب فعقروها فقال تمسعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خذ يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمودا كفروا ربهم ألا بعدا لثمود ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيب فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم كيفة قالوا لا تخفنا أرسلنا إلى قوم روط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلة آلد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم روح وجاءته البشرى يجادلنا في قوم دوط إن إبراهيم لحليم نواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم أتى فيهم عذاب غير مردود ولما جاءت رسلنا لوقا منصي أبهم وضاق بهم برعا وضاق بهم برعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هم أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا يا بوط ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لون لي بكم قوة نواوي إلى رفل شديد قالوا يا بوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فاسرب أهلك بقطع من الليل ولا يلتبت منكم أحد ولا يلتبت منكم أحد إلا مرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا نجينا فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجير منبوذ مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد سمع الله لمن خمجه الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله